موسيقى موسيقى مساء الخير يقال عن ضيفنا اليوم انه يثير الجدل كل ما كتب او تحد لدرجة انك قد تشعر احيانا بان هناك من يهاجمه على ما يكتبه حتى قبل ان يقرأ ضيفنا كاتب وباحث سعودي هو ابن لمدينة القطيف ونجل لمرجع شيعي معروف تخصص في دراسة الحركات اليسارية وحركات الاسلام السياسي الشيعية الامر الذي جعله دائما يخوض بقلمه في حقول الالغام الكاتب والباحث السعودي كامل الخطي في سؤال مباشر حيا اكلم معي استاذ كامل في سؤال مباشر مساء الخير استاذ خالد اهلا وسهلا فيك شكرا لك لسضافتي في هذا البرنامج اهلا وسهلا فيك خليني ابدأ معك من القطيف كونك كنت احد ابناء هذه المدينة المعروفة وكذلك ابن لمرجع ايضا شيعي معروف على مستوى المنطقة الوالد استاذ كامل كان له مواقف قوية من تدخل رجال الدين في السياسة حتى انه يصف هذا التدخل بانه من باب العبث يعني هل لك ان تتذكر لنا وتحكي لنا عن طبيعة العلاقة بين الوالد في ذيك الفترة هو في تلك الفترة وبين محيطها ايضا في خضم الظروف السياسية التي كانت موجودة انا ذاك نعم اولا طبعا اتذكر علاقة جيدا اتذكر علاقة الوالد في الحكومة او في ممثلي الحكومة كبار ممثلي الحكومة على سيما امراء المنطقة الذين اتذكر فتراتهم مثل المغفور للامير عبد المحسن من جلوي ثم المذكور بخير صاحب سمو الملكي الامير محمد بن فهد وحينها كانت في البداية نائبة صاحب سمو الملكي الامير فهد بن سلمان رحمة الله عليه ثم الامير الحالي المحبوب الامير سعود بن نايف الله يحفظه ويوفقه وسدده دائما وابدا امتازت علاقة الوالد فيهم بالثقة اولا بالانفتاح بالحميمية واتذكر مما اتذكره انه في احدى المناسبات كانت عيد الفطر على وجه التحديد وكانت ايام ذاك الحين تفصلنا عن عيد الفطر فالعادة انه الوالد يوم ثاني العيدي مر يسلم على الامير احد القريبين من الوالد في تلك السنة على وجه التحديد كان يقترح الوالد ان يفاتح الامير في شأن من الشئون العامة انه يعني فرصة حتكون متحققة لما تروح تسلم على الامير في مناسبة العيد تفتح معها الموضوع تحدث في موضوع ما من موضوعات الشئون العام فاتذكر الوالد رده كان حكيم يعني يتسم بالخبرة والممارسة المسؤولية قال له الرد على القريب لهذا قال له انه مناسبة رؤيتي للامير في العيد هي للعيد فقط لا غير مخصصة للعيد سلم عليها بارك للعيد وارجع اذا كان فيه امر من امور الشيان العام تحتاج انه تحدث فيها مع الامير احجز موعد مخصص لها لا تخلط الامور بيننا التواصل انساني يجب ان يصان مش مجرد معرفة مواطن مع مسؤول وعليه انه في كل مرة يلتقيه يضيق خاطره او يكدر عليها هذه العلاقة مع الامراء المسؤولين رجال الدولة هل سببت له اي نوع من المضايقات من بعض المحيطين فيه من ابناء الطائفة الشيعية تبعا يعني لظروف وعلاقة وطبيعة ايضا هذه الطائفة لا ما اصطي يعني طبعا لابد ان كان فيه نوع من حاولة نبذة من بعض بالذات من بعض تيارات الاسلام السياسي حينها اللي هي كانت بطبيعة الحال خطابها كذا في شكل الظاهر خطاب ثوري ضد الانساق التقليدية في العلاقات بين المواطنين او بين الشخصيات الاجتماعية البارزة ومسؤولي الدولة فهذه كانت اداءة من ادوات المعارضة السياسية ايا كانت دينية وغير دينية على ايتي حال تنبذ وتحاول انه تقلل من قيمة هالنوع من العلاقات لكن في المجمل ما استطيع اقول انه والله يحورب بالمعنى التقليدي لكلمتها ليش قلت انه او ليش الوالد وصف تدخل رجال الدين في السياسة انذاك بالعبث باعتبارهم غير متخصصين السياسة لها ناسها والسياسة مثل لها مثل ايشان اخر يجب ان يمارسها المتخصص فيها المؤهل لممارستها لكن هذا لا ينطبق على تفكير جماعات الاسلام السياسي وشيعة ربما تحديدا لهم يعني ايضا تميز في هذا الامر باعتبار الولاء للخميني ولمن تبعه بعد ذلك اجمالا اجمالا الاسلام السياسي يعني شوف الآن ذكرت النظر الخميني طبعا لانه ايضا صاحب نظرية ولاية الفقه بالمقابل رأينا وشاهدنا جميعا كيف كان حتى بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة كيف كان يعامل مرشد الجماعة كان يعامل في كان يضع في مرتبة دون مرتبة المرشد والمرشد ايضا يعني مش لانه والله يخصي سياسة وانما موقع من الجماعة الاسلامية المشهورة اللي هي جماعة الاخوان المسلمين موقع باعتبارا مقائد الجماعة وهذا لو حتى وانت كان هذا رئيس جمهورية رئيس دولة بحجم جمهورية مصر العربية فهو دون شأن المرشد اقل شأنه من المرشد واقل قيمة ورأينا كيف يعامل خير نتكلم الآن ايضا في الجانب الآخر عن شخصية كامل الخطية انت تصف نفسك دائما بالمراقب تتحدث عن حركات دينية عن حركات سياسية لم تنتمي إليها إلا ممكن المعروف عنك أنه لك كان ميول يسارية في البداية في فترة الشباب ثم ابتعدت عن ذلك في فترتك كان في حزب العمال الاشتراكي أو العمل الاشتراكي في الجزيرة في الحزب الشيوعي السعودي في خلايا حزب الدعوة في منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية اتحاد الشباب الديمقراطي تابع الحزب الشيوعي كلها كانت موجودة في تلك الفترة أثناء يعني تكوين ثقافتك وأفكارك أيضا لكنك لم تنظم أو تتبع أي حركة أو حزب من هذه الحزب لماذا؟ ربما راجع المسألة إلى لفظي حتى قبل أن تشكل ملامح الوعي عندي بالشكلها النهائي عندي أظن عندي ميل فطري نحو الرفض التبعية إلى الشلال والتيارات والمجموعات عندي نزوع نحو الحرية الفردية ما كان خوف بحكم علاقة الوالدة أيضا برجال الدولة أو شيء؟ أبدا أبدا أنا حتى لا أوصف بأني ابن تقليدي ابن تقليدي تحت عباءة والدة حتى من تلك الفترة فعندي هالميل نحو نزوع شديد نحو الحرية الفردية أي انتماء إلى التنظيم أو إلى جماعي طبعا على حساب حريتك الفردية مثلا تلتزم مواقف جماعية وصاغة ومفروضة عليك من أعلى خلينا ننتقل معك إلى واحد من مقالاتك اللي كانت أيضا مثيرة من الجدل في صحيفة عكاد كتبت تحت عنوان حزب الله والشيعة العرب في دول الخليج تقول عند الحديث عن الدور الذي يلعبه حزب الله لا بد من الحديث عن الدور الإيراني بالتفصيل هذا المقال كان لردود أفعال كبيرة أنا أريد فقط أن أشير إلى حادث رويتها في بداية مقالك عن شخص وصفته بأنه كان أحد خطباء المنبر الحسيني في منطقة القطيف قلت بأنه اغتيل معنويا ونبذى وعزل اجتماعيا في 79 فقط لأنه حذر مستمعيه أنا ذاك في أحد الخطب من الخميني ورفاقه وأنهم يقودون دولة لها مصالحها التي قد تتعارض مع مصالح الدول التي يحمل هويتها الشيعة العرب وأن هذا الخطاب الإيراني هو مجرد رافعة سياسية تستخدمها إيران للضغط على جارتها وأن الأغلبية الصامتة كان لهم دور في هذا الاغتيال هل واقع الأمر اليوم في القطيف في المنطقة الشرقية ما أماكن تواجد هذه الطائفة الشيعية مثل ما كان في هذه الحالة كيف تغير لهم تغير المجلح حدث طبعا حدث انزياح بسبب تراكم ظروف عبر العقود عبر عقود من يوم وصول رجال الدين إلى حكم الدولة في إيران إلى اليوم حدث تراكم حدث يعني هم قدموا عدلة بذاتهم حتى في أوساط المجتمعات الشيعية بأنهم رغم أنهم يلبسون زي الديني يصيغوا خطابهم من مفردات دينية ذات حوية أوية مذهبية واضعة إلا أن في نهاية المطاف كل ذلك يصب لصالح إيران بغض النظر عن مصالح حتى أبناء جلدتهم المذهبية الساكنين أو الحاملين لجنسيات دول مجاورة وبعيدة هذا ما يهم آخر ما يهمهم مصالح الأبناء المذهب الشيعي فطبعا حدث أيضا تعرف سهولة الوصول إلى المعرفة الاختفاع نوعية التعليم بين أوساط عموما في المنطقة والشيعة ضمن أبناء سيد المقال كمان أنت في قبل أن تنهيه قلت بأنك تزعم لو درست خارطة توزع الولاءات السياسية في المجتمعات السياسية الشيعية في دول الخليج بدقة وربما لن تظهر نتيجة إحصائية دقيقة لصالح إيران أو نتيجة إحصائية تدل على قدرتين فصيل من فصائل الإسلام الشيعي السياسي الحصول على أغلبية موانية لكن طبيعة الأمور كما قلت في الظاهر لا تسير وفق الواقع كأنك تقول بأنه يعني نحن أمام حقيقة غير مكتشفة لا تظهرها هذه الخارطة في توزع الولاءات السياسية لهذه الطائفة في الخليج السعودي كأنك تناقض الكلام نعم هذا ما أعتقدنا لا لا أبدا ما في أي تناقض الكلام هذا سنقعد علميا ضروري عشان ليكون كلام مطلق أولا التيارات المنظمة عندها وسائل تعبير بينما الأغلبية أغلبية يعني ما فيه أطر تنظمها ما فيه أطر تظهر صوتها فالمراقب الخارجي تتكون انطباعاتها وأفكارها حولها المجموعة من البشر هالفئة من البشر عبر وسائل التعبير اللي تعرفها اللي تربط فيهم وتعرفها على ملامحهم فتتحول مع الوقت أقلية منظمة مع الوقت تتحول مع تكرار خطابها وإيصالها لأكبر قدر ممكن من البشر تتحول لممثل بحكم قوة الأمر الواقع مش استنادا إلى حقائق حصائية تكشف ذلك ولحد الآن أو أنا فعلا شوف أتمنى الآن من برنامج هذا أتمنى أن يسمع صوتي أتمنى أن يجرى حصائق وننتهي من الجدل حول شرعية تمثيل التيارات الإسلام السياسية لإجمالي المواطنين الشياء العرب في مختلف الدول العرب لكن هل ممكن تكتشف من أساة مسألة الولاءات أستاذ كامل؟ ممكن نعم أنت تتكلم في نهاية المقال بأن الجانب الاجتماعي في هذه الإحصاءات هو غير مكتشف حتى الآن لكن حقيقة الأمر هل يمكن الظهور بنتيجة حقيقية؟ أم أنه المسألة قد لأنه في ناس ممكن تتحدث بصوت لكنها تخفي صوت آخر طبعا شوف هالجانب أستاذ خالد لكشفه محتاج إلى عمل سريعا نعم نعم محتاج إلى عمل علمي ممنهج منظم يعني معين له أصحاب كفاءات لعمل دراسات تجريبية على العرض الواقع والاستعانة أيضا والاستعانة أيضا بأدوات الإحصاء وغيرها مش بالضرورة للنشر ليس بالضرورة أن يكون ذلك العمل للنشر والاستخدام في الساحة الإعلامية وإنما قد يقدم إلى صانع القرار إذا نتوقف لفاصل القصير نتابع بعده وعناوين أيضا مختلفة مع كامل الخط عن اليسار عزمي بشارة وقاسم سليمان أهلا بكم من جديد ضيفي في سؤال مباشر الكاتب والباحث السعودي كامل الخط أرحب بك من جديد في الجزء الثاني من البرنامج أستاذ كامل سريعا في موضوع اليسار وانتمائك للتيار اليسار يعني بعض يتساءل أين يقع نقد كامل الخطي لتيارات اليسار في كتاباته بشكل رئيسي أنا كنت أعتقد لفترة لا بأس فيها من الزمن كنت أعتقد بأنه اليسار غير اليسار الثوري ما أتكلم عن اليسار بثرة التفريع آخر أنه اليسار مهتم بمسألة التنوير أكثر من أي شيء آخر بالذات في عالمنا اليسار غير الثوري مرة ثانية أدقق عليه هذه فلما بعدين لحظت بعد الصعود المدوي للإسلام السياسي في المشهد السياسي في العالم العربي والإسلامي وجدت أنه كثير من الأسماء اليساري بالتكلم عن كتلها عائلة وازنة من منتمي اليسار يرتمون فيها أحضان الإسلام السياسي دون قيد أو شرط ساعني جدا الأمر وليس خيبة أمل بالضبط إنما ساعني لأنه أساسا التكوين اليسار يفترض أنه يكون مهموم بالتنوير بشكل رئيسي بينما الإسلام السياسي غير مهموم بالتنوير مطلقا مهموم بالتحشيد مهموم بالشد العصب مهموم بالتجيش مهموم بالهدم حتى لأنه ينمو في مناطق الفوضى بينما اليسار يفترض أنه مع البناء وليس مع الفوضى فهنا لما أجد يساري مرتمي في أحضان الإسلام السياسي أشوف أنه انتقل من مؤسكر البناء إلى مؤسكر الفوضى والهدم وهذا اللي يمكن قصدته في مقالك دائما يثير استغرابك أيضا قيام من يعتبرون أنفسهم هم أعضافي تيار العربية ثم نراهم يدافعون عن تيار الإسلام السياسي كما حدث في مقالك في صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا يحمل عنوان اليسار القومي المستلب من الإسلام السياسي قصة ملخصة عزمي بشارة قلت قراءة في الجذور التاريخية للتلاقح السياسي بين اليساريين والإسلاميين تحدثت كثيرا أيضا عن هذا الأمر وعن عزمي بشارة وعن بعض الكتاب والناشطين ممن تخلوا عن الإسلام السياسي الشيعي وقدموا أنفسهم على أنهم لبراليين هل لنا أن نعرف هذا التحول كيف تم بدون أي قطيع واضحة ربما في معالمه نعم هذه ملاحظة صحيحة في تصوري والطبع الواقع يقدم الأدلة على صحة هذه الملاحظة في حتى رموز بعض الشخصيات كانت تعد من رموز الإسلام السياسي في المنطقة عندنا ثم مثل ما تفضلت قدمت حالها عبر المنابر الإعلامية عبر المنصات الإعلامية الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية على أنها شخصيات لبرالية فأعضا تعرض لاختبار التحول هذا التحول ظاهري أو أنه للتأقلم مع المتغيرات مع القناعات الموجودة طبعا له أسباب ظاهري مش عفوان أصبح ظاهري والآن هناك مكاسب تحقق من حيث الشهرة والمكانة الاجتماعية والتقدير اللي إحضابه بعضهم على الصعيد الرسمي متحصل لها بسبب المظهر الجديد اللي يظهر فيه بعض الرموز تيار الإسلام السياسي السابقين وطبعا عن نوعي أنه باقي محركات القديمة وباقي ثوابت القديمة هذه لا يظهرها لأن ظهارها ما في مكاسب مباشرة أمكان يحققها إنما تمثل لبس لبوس ثاني لبس لبوس آخر أكثر حداثة أكثر لبرالية أكثر أفزاعا وتخويفا أقل أفزاعا وتخويفا للمتلقي وظهور هذا الرمز أو ذاك الآن حديثا بمظهر المسالم السائل المجتمع المدني السائل التعايش بينما وضع بعضهم أنا ليلا لا أقدر أتلقي الاتهامات جزافا لما نوضع بعضهم في اختبار محدد ولا الأدبار ما واجه استحقاق الاختبار والإجابة على سؤال صريح قلت في المقال أستاذ كامر تسمح لي قلت في المقال بأنه يتدثر عزمي بشارة بلحاف الحقوق أثناء دفاعه البليغ عن الأخوان ولا يتوقف عند المفترق الخطير الذي يتبين عنده أن المشروع الوجودي للأخوان الدولة الدينية يلغي ما اشتغل عليه وانشغل به اللي هي الدولة المدنية الديموقراطية إذا كان الأمر كذلك التقاطع اليوم في المشروع بين عزمي بشارة والأخوان المسلمين نقطة الالتقاء هل هي قطر وإذا كان الأمر كذلك اليوم الأطراف كيف تنظر إلى بعضها في العلاقة بينه هي طبعا السر كله يكمن في نقطة الالتقاء السر هو قطر الكافل المالي للحالتين وإلا بشكل طبيعي لا يفترض أن يكون هناك أي قواسم مشتركة بين حالة مثل حالة عزمي بشارة وبين الإسلام السياسي أولا حتى قبل أن يكون عزمي بشارة ماركسي لينيني في بداياته ولفترة طويلة من عمره وحتى التعليم إلى الدكتوراه هو لأنه كان ماركسي لينيني فبتعث إلى جامعة من جامعات لتقاجرافيا ضمن حلف وارسو ورعي من قبل الشيوعية العالمية ذاك الحين إلى أن حصل على شاهدات الأكاديمية التي يحملها ويحمل قيمتها إلى الآن وغير ذلك هو أيضا ابن إسراء من الروم الكاثوليك قبل أن يكون شيوعيا ثم توجه أولا كأنه قبل حتى يصير بينه وبين الأخوان المسلمين النوع من التنسيق وهالدرجة من الاحتضان والتبني لأفكارهم والدفاع عنهم دافع عنهم دفاع مستميت عند وقت سقوط الرئيس مرسي دافع عنهم دفاع مستميت وكأنه من المشروع مشروعه وهذا يعني من حق المتلقي إذا كان عنده درجة من درجات العقل نقدر نتساءل ملجم القاسم المشترك يعني هذا الأولا هو كشيوعي أساسا يجب أن يكون مع التنوير ومش شيوعي ثوري هو يجب أن يكون مع التنوير هو قبل خروجه من إسرائيل وتركه للحزب الشيوعي كان عنده حزب البلد حزب البلد معلن عن برنامج برنامج البرالي خالص لتصوره للدولة للدولة التي تعيش فيها الفلسطيني معها الإسرائيلي الدولة كان يسعى لأن تكون مدنية المحتوى مدنية الهوية مدنية القواعد أن لا تكون ذات طابع ديني أو قومي بأي شكل من الأشكال باعتبار أنه أي الدولة إن لم تكن مدنية فهي خطر على أي أحد آخر دون الأغلبية فبالرغم من ذلك بعد خروجه ووضعها قواعده في قطر واستقراره هناك وإدارة للمركز الأبحاث وبرنامج إعلامي طويل عريض بدأ يظهر موقف ودود أولا ثم موقف داعم ثم أنه حتى المجلس الوطني الفلسطين المجلس الوطني السوري فرح المراحل قيل بأنه كان العراب للأطر الفكرية اللي وضعت للمجلس الوطني السوري اللي هو مسيطر عليها لأخوان المسلمين طيب طيب خلينا أنتقل معاك إلى القصة الكبيرة يمكن هي قصة مقتل سليماني كتبت تقول غيابه لن يجهض المطامع الإيرانية إلى أبد ما لم يحدث تغير جدري على قواعد التعامل مع إيران ووكلائها أولا الملاحظ أستاذ كامل أن الخطاب الرسمي والممارسات الإيرانية والنظام الإيراني بعد مقتل سليماني تغير أصبح فيه رموز مبطنة للكربلائية الجنائزية أصبح فيه استنجاد بالشعائر والطقوس تعكس حالة من الغضب أو أنها تحث على الغضب وعلى الانتقام بشكل كبير اليوم هل إيران يعني تضررت كثيرا لدرجة أنها تدرك بأن قواعد اللعبة اليوم قواعد الاشتباك والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت متغيرة تماما بعد مقتل سليماني هل يمكن الفهم هذه الحالة بهذا الشيء قد يكون هناك نوع من التقدير الإيراني المختلف لقواعد الاشتباك إنما لحد الآن هي بطبيعة الحال غير واضحة لكن أيضا نحن كالمراقبين وإن لم نكن متخصصين يمكن القول بأنه يعني مقتل سليماني بالتأكيد بعث برسالة لإيران بعث برسالة لإيران مفادها بأنه الأعمال العنف التي ترتكب ضد مثلا الاقتصاد النفطي في المملكة العربية السعودية كما حدث في 14 سبتمبر عام 2019 أو التحرش بأماكن وجود العسكريين الأمريكيين قواعدهم وماكن استقرارهم في العراق لن يمر مرور الكرام علما أنه شوف لاحب حاجة أستاذ خالد قبل مقتل سليماني وصلت حالة من التمادي في المسلك الإيراني إلى درجة أنه كاتب إيراني أمريكي كتب في فورين بوليسي ومش ما ينتمي إلى رجال الدين ولا محسوب على رجال الدين وحتى إسرة خارجة من ضهران عباد الثورة لأنه ماذا كتب ما في وقت استكد إسرة إسرال برالي أيوة المهم أنه بقولك أنه في نهاية المطاف هناك مصالح هناك مصالح إيرانية قومية جاء رجال دين ما جاء رجال دين مصالحهم ثابتة رجال الدين خطورتهم في أنه يشدوا العصب المذهبي من أجل تحقيق المصالح والعصب المذهبي يتجاوز الإيرانيين سريعا جدا ما التغير الجذري المطلوب الذي تشير إليه في التعامل مع إيران بعد مقتل سليماني سريعا في ثلاثين ثاني أو أقل استمرار 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 عقاب إيران على أي عمل تخريبي وعمل إرهابي وعنفي ومارس في المنطقة مباشرة استمرار عقابها استمرار سعر رسائل لها دون توقف شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السعودي كامل الخطي شكرا جزيلا على وجدك معنا في هذه الحلقة استاذ كامل نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر ألقاكم في الأسبوع القادم اشتركوا في القناة